تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ورعاه ملك مملكة البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لا يسرني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني والتبركات بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق بمملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات الفورميلا واحد فقد أصبحت مملكة البحرين بفضل قيادتكم الحكيمة وجهود أبنائها المخلصين مركزا حضريا مرموقا ترنو إليه أنظار العالم بإعجاب شديد لما حققته وتشهده من نهضة وتقدم على مختلف الأصعدة والمجالات وإننا إذ نعبر عن اعتزازنا بالنجاح الكبير لهذه الفعالية العالمية التي شهدتها مملكتنا الغالية وبما حظيت به من اهتمام كبير ومتواصل من جلالتكم حفظكم الله لنشيد بكافة الجهود التي بذلت في إعدادها وتنظيم تنفيذها بهذا المظهر المشرف متمنين لوطننا العزيز اضطراد التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة والله يحفظكم ويسدد على الدوام خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى برقية جوابية ردا على برقية صاحب السموى الملكي الأمير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المواقر وهذا نصه صاحب السموى الملكي العم العزيز الأمير خليف بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم الكريم بخالص التحيات وصادق التمنيات بموشور الصحة والعافية مقرونة بشكرنا الجزيل وامتناننا العميق للتهنئة التي حملتها إلينا برقية سموكم بمناسبة نجاح سباق الفورميلا واحد ما أسهم في تعزيز مكانة مملكتنا الغالية على الصعيد العالمي حضاريا ورياضيا واقتصاديا بحيث تأكد حضور مملكتنا في مصافي الأمم المتقدبة وإننا إذ نشكر سموكم ونتمنى لكم العافية والصحة ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين